إيه ده إيه ده إيه السرعة دي؟ برافو عليك يا عماد طب اسمع عماد أنا عايز أعرف عنوان نجوان دلوقتي إيه؟ خلي اللي بيرقب إبراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز طب يا عماد يالله سلامة إيه؟ كان عندك حق لما قلتيني لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي إنتي عارفة الأبساز قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان، إبراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا قاعد مع نجوان المعافن؟ طب أنت رايح فان، استنى خدني معاك مش أنت وإحنا في مصر قلتلي إن ماروان ده التوت فروت وإنه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الأجانس واسموه ده بتاع المجوهرات أيوة يا إبراهيم أنا بقى هوقعه في شرق أعمالي هخشله تحت بطوة بأدراعه اليمين وسلموا للناس دي تسليم مفتاح ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليلة بقى بتاعنا طب وإنت حتطلع منه الفلوس دي كلها إزاي؟ الناس دي قادرة أنا جوان ومادام جاسم عارف يطلع منه خمسة مليون يبقى حيطلع خمسين ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما أن هو عارف أن ماروان بعيدني عشان أقتله يبقى ماروان حاكم على نفسه بالإعدام وهو مستني مني إشارة واحدة عشان يخلص عليه بس أنا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس ماروان كلها تتحول لحسابك لحسابك أنت؟ أنا قصدي حسابنا إحنا اللي اتنين وأنا هبيعك يا نوجا أنت أهم حاجة بس تبقى تديني عنوان الشقة عند عيدك بص بقى يا إبراهيم أنا مش حديك الأنوان لغاية ما تأكد إن ماروان مش حاكد في حاجة أحسن حنروح في ده يا كده هي بقت كده يا نوجا؟ آي يا إبراهيم ويا ريت ما تتصش بياتاني ولا تبعت لي أي أسماس لغاية ما أنا أكلمك خلاص؟ يالله سلامة عشان أنا لازم أمشي دلوقت مع السلامة يا أختي ده بعدين يا هيمو مش ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ما هو انت اصلك الرجل دون وواطي وخسيس ومعندكش دام وتاكل مال النبي تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هو تعادي والله انا والله انا والله انا رجل طيب وغلبان انا غلبان يا موسوكا لو شفت جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي عليها ولي باقولي عليك ولي طيب يا اخويا باقولك ايه قوم روح استحمك خد لك حمامك ده هو تنظف نفسك والبس هدمة نظيفة وما تنكتش على مخالق ربنا منك لله يا شيخ نكتت علي جبتلي اكتئاب هو لما اقصى اكتئابات يا اخويا ينفى يعني غيبة دي كلها يا سوكا انما انت ايه يا نجبة مصر ماشا الله عليكي قلت ايها كلمة وما تنتياش اه وانت يا سوكا انت قلت النهضة ايه ماشا الله عليك ملعلى كده اخوك انا فكرا التير المطبوح بغنى احسن من التير اللي طايا قلت ايها يا نجبة مصر قلت ايه في الطلب العطيف اللي غلبتم منك ها الله لسه يا اخويا بفكر بفكر دوان دوان اه مرشيك يا دوان ارجع معا انا مجبان انا مجبان انا مجبان يا نجبة ارجع معاك فين يا رجل يا مخبول انت انت تكن انت ولا ايه مانا كنت معاك واستخسرت فيه عشان ترمي للغريبة هو انتوا كده صنف دون بديت عاموا فعنيكو لحد ما يروح منكو شامحينة الراجل ده عمل ايه عمل ايه كذر المتقاعد ده دايقك ايوا يالله شيله ارمز ولدي من انا 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 عايز دواس يا عمي يا منا انت على دول دول مراسع يا منا يا موتك يا موتك كتك ستين نصيبة فكرتني بقى يامك السودة اولتك لي حاجة وتنامي شوية لان بكرة هيبقى يوم تقيل عليك نيابة وتحيقات وعرف فرق معك اول يومي هيبقى عامل ازاي؟ اكيد طبعا انا اسف فعيدي على ايه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي بس تصدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انتي احنا الاثنين كنا مضطرين بكده انت معذور يا علاء لانك محبتنيش كفاية عشان تصدق اني مظلومة وتقف جنبي لحد ما اسبت براتي كل اللي كان همك انك تطبق علي القانون يا عيد انا حسبت الموضوع من كل الزوايا وخسرت صاحبي ترقية عشان مقبضش عليك انو انت هربانا ويسيبك تسلمي نفسك دلوقتي الوضع سهل انك ممكن تخرج بكفالة كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابة صدقني مبقيتش تفرق لما كل الناس اللي بسغ فيهم بيخنوني وبقى خلاص برا زي جوع يا عيد ما تحملينيش فوق طاعتي انا واصل في براقتك مليون المية بس واصل برضو ان البراءة دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي مروان هتعمل ايه؟ اه؟ في ايه؟ في حكاية الصفر الصفر ايه؟ ايه يا حليب؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر برا اليوناني؟ ايه؟ 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 بس لا انا قلت اقلوا شوي طيب ماشي مال؟ لا مفيش ولا حاجة مفيش ايه؟ وانا مش عارفك في ايه؟ اصلي بصراحة كنت عاوز اقولك على حاجة بس خايفة منك